خلونا نروح لخبر النيابة العامة نشوف بقى بيان النيابة العامة الخاصة بالسواء بتاع بارح النائب العام يأمر بإحالة المتهم بقيادة سيارة تحت تأثير مخدر بطريق السويس إلى محكمة الجنات أمر النائب العام بإحالة موظف بإحدى الجامعات 47 سنة إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتهم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق قاهرة السويس كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم مما شهدته من مقاطع مصورة رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي وسجلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز من معارض حياة الناس للخطر وما ثبت بتقرير المعمل الكيمياوي من احتواء المضبوطات المعصورة عليها بحوزة المتهم على جواهر مخدرة وما ثبت بتقرير المعمل الكيمياوي من مصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينات المأخوزة من المتهم ودلالتها على تعصيل هذه الجواهر المخدرة المضبوطة بحوزته فضلا عن شهادة الشهود وقد أمرت النياب العامة بناس خصورة من القضية تخص عما ارتكبه قائد سيارة نقل في استضامه بسيارة المتهم وعما ارتكبه البعض من التعدي على المتهم عاقد استيقافه مما أحدث إصابات الحقيقة يعني طبعا مش عارف هو يليق ان الواحد يحيي النياب العامة بس الحقيقة كان أزيني جدا السائق اللي ضربوا بالعربية النص نقل دي وكان أزيني جدا ضرب الناس ليه أقدر أفهم انه فيه تصرف خاطئ يعني ما كانش لازم يحصل وأقدر أفهم ان احنا نحاول نوقف تصرف الخاطئ زي العربية اللي يقال ان كانت سيطر على الموقف لكن ما تتعملش بإيدك احنا مش منوطين بان احنا نحقق العدالة اللي احنا شايفينها عدالة بإيدينا يعني نوقف هذا الصائق انه يتحرك تمام لكن من غير فكرة اني أخبطه ما حدش عارف الخط ده كان ممكن يعمل إيه ولا ان انا أمسكه بعد كده نفضل نضربه محاولة أكتر من العربية انها توقفه لحد ما قدروا ان هما يوقفوه ويسيطروا على ده وعرضوا نفسهم للخطر في ده يعني كانت أكثر حرفية من أي أفكار انتقامية لان دايما بنقول العدالة ما نوت بيها الدولة العدالة ما تتحققش بالإيد لأنه ممكن اللي أنا شوفه عدل لحضرتك ما تشوفوش عدل وبالتالي تصرفهم برضو كان خاطئ أما عن هذا الشخص فيعني ده موضوع يحتاج ده كثرة نفسيين يبحثوا إزاي حد يصل بيه انه يعمل في نفسه كده ويشرب كده وينزل كده في الشارع ويعمل كده في الآخرين هو فاتح باب العربية ولا فرق معاه لا حياته ولا حياة أي حد تاني فالحقيقة يعني بيان النيابة العامة بيان جامع ونتمنى أن احنا ندرك أن الأنواع دي من المخدرات أو المخدرات طبعاً بشكل عام بتوصل الإنسان أنه يفقد ما هي إنسانيته بس يتحول لكائن ما بيعرفش هو بيعمليه